اشتركوا في القناة خارج المغرب جميع الدول فيديو مزيان مهم بزاف اخوان ما زالتوا يكتبوا لي في تعالق ما غاديش ندوزهم وكمماك لهم ديك المرة اللي فات او للفيديو اللي خليت لحوات ربعية ما زال غا نهضر عليكم وغادي نزيد نطلب وغادي نزيد نطلب وخاها القناة صغيرة ما غاديش تخلى على الولاد البلاد حتى الوحد النهار نتمنى انه وصل المعصاش بغيت نأكد على وحد القادية الخوت هو انني اول مرة غادي نطلبكم انكم البارتاج 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 ما تنقولهاش انا في الولاد الفيديو وديلي علش كنقولكم الاخوت البارتاج سهلا باش ما تنسوش على انهم ركينا واحد المغاربة خوتكم اللي فيهم ربما اخوان اخوات ميمة كبار الناس كبار اللي هما امراض اللي كنا اللي دير نديزوبيغاسيون كنا بزاف الناس اللي هما عالقين بعد على المغرب تقريبا مدة شهر هذا باكش ليش بغيت نقول لك اخويا مش عالية انا مش انني نوصل الى واحد اللا اللا على الاقل هاد الفيديو هذا غا بنا نهضر على الاخوان هادو ببارتاجي والخوت وشكركوا برأي ديلكم والقناة رانفة وحل الجامعة القناة الصغيرة ربما الصوت ديلا ما يقدرش يوصل ولكن في هادو ببارتاج هذا غادوا نوصلو نهضروا ونسمعو خبار زوائنا على هادو الناس هادو را ما يمكنش نبقوا مخلين ومتخلين على هادو الناس هادو ما يمكنش. قبل ما نبدأ بغيت نقول الناس اللي متبعني على القضية ديال تحفة راتنقولها وتنعودها. انا ما عنديش مشكل شخصي مع تحفة. اللي كان هو انني هنا كان ننتاقد وما زال غادي ننتاقد. وانا ما غاديش نطلق من تحفة. لليوم لغدة. وغادي نسناه. والحلقة الجاية غدا تكون على كيفاش جاء تحفة اليوتيوب. وشكونا هم الناس اللي طلعوا تحفة. هادشي هادا ماشي ضد فيه او عندي ما حسب. تنأكدها وتنعود ولكن انا هنا للنقد. انا كان امد مسألة الرأي والآخر. الرأي والرأي الآخر. وانا هنا باش ننتاقد. لكن شي حاجة اللي هي ايجابية غادي نهزلك شابو. كان شي حاجة سلبية غادي نقول لك ستوب. هادشي اللي كي. انا هاد سيد هذا ما غاديش نطلق منه. ما شكور هنفيه ولكن لا. منحقي انني ندير فيديو تونا عارف شكي. عادية باش نطلق هاد الميلف هذا. الميلف ما زال غادي نهضر عليه وما زال غادي نهضر. غادي نهضر حتى على برلين كل واحد جاي هنو بديلو. ايه بشوية وانا معاهم هنا يوم غاديش نطلق من هاد الناس باش نكونوا واقعين من هنا انا بديت وقررت مع راسي ما غاديش من هاد الناس. تانيين هاد القناة هادي لابغا تمشي الخوت ولا ضربت رغا نفتح قناة اخرى ما كنش مشكيل. مرحبا بكم عندي سولو فخوكم فؤاد. انا تنقول لكم من هنا لحد السعر كنت سسمح ان اراني منوع من لايف حتى لشهر ستا. عاد عندي حق ندير لايف علاش على السينيالات وذك شي وعندي ايه نظر مع اليوتيوب باش نكونوا واقعين. ما غاديش نطلق من هاد الناس هادو. اذا الخوت نبقوا في الموضوع دينا باش ما نطولش عليكم. خوتي كما قلتو تاني عود. كما المرليفت وجدتو حد نداء خاص لجلالة الملك. الله ينصروا وخليلينا يعني ملك البلد دينا وكنعزوه وكننصر وكنحتارموه لانه ملك البلد. هادي ما فيهاش نقاش احبوه كاريه ما نكاريه. طلبنا وكنزيد ونطلبوه وتنقولو بانا عدنا اخوتنا ما يمكنش نتخلوه عليهم. ما يمكنش راه شي غايتسجل علينا في التاريخ. ما يمكنش تخليو الخوت دينا برا. قبل ما نبدأ بغايت نشكر بعض الناس. واحد القنصلية دي بارسلوني اللي درت واحد مجهود زوين. تحية لهم منا باش ما ننكروش ان المجهودات اللي قدر. باش نكونوا ايجابيين كما احنا سلبيين بشي حويج. ومشي ديك السلبي اللي هو. لا هداي سلبي باش ماننا ما نخسروش اللي ماجدين نحنا يعني في قدام الدول. هاد القنصلية هادي درت مجهودات كبيرة مع الناس. لدرجة انهم ملقوش اللي زوطة للناس كروليهم ديزاب بخطومو. هزوهم المعيشة يعني المصروف اليومي كوشي ديالهم. هاد نزيل بارسلون راي قدروي اكدو اللي ان فيو هاد شي. باش ما نديروش كل شي. كنا ربما سيتنقت كنا الناس اللي مستافدوش من هاد الشي هادا. علاش لان الناس راكلات كرات ديزاب بخطومو هاد شي اللي اعطى الله. كين اشي وحدي اللي مستافدوش نتافق معاك. ولكن على الاقر راه درنا واحد حاجة زوينة. كين مادرنا ها في توركيا وحسيننا دو كل الناس وعطيناهم لو طيلات تلخة شهر ستة في ابريل ولكن ما تمش ترحيل لهم وانا غنهضر عليهم. وما زال غادي نزيل نطلب. هاد الناس هادو دارت حويس زوينة. شكرا بزاب للمجودات. هاد شي كي كلف الميزانية انا عارفو كي كلف الميزانية ولكن غنزيدو ونطلبوه غادي نزيدو ونطلبوه كتير من جلالة المالك باش انه ما ينساش لنا لولادات البلاد. مهما كان هادو كولاد المغرب وولاده هو يعني ورع عيديالهم مسؤول عليهم. باش نكون واضح المهنة. تحية كبيرة الناس في اسبانيا. بغيت نأكد على الناس عاو تاني كدلك واحد الوحدي المهمين خوت. هم الناس اللي عندهم النقل اللي كيدرون النقل الدولي. صحاب يعني الكيران وصحاب شي حاجرة كينا نمساكن في باري وكينا نجيت فغالينسيان بلوكين. را ما نسيتكمش الاخوان. را وخلق انا صغيرة كنا نحاول ان نوصل الميزاج. هاد شي لعقال الله. ما نسيتكمش هاد الناس هادو دخص نشوفو محانتو. لاننا مساكن راهم عيفو حاد الباركينغات وحاد الكامبينغ مجموعة انتماتيباتو. حتى لين را ما نسيتكمش نتمنى وكنزيد نتمنى ونزيد نطلب على ان وزارة خارجية نزيد دي المجهود ديالها ونتمنى ومن جلالة المالك انه يزيد يعطى الاوامر دياله باش هادو دولي دات البلاد يدخلو. شهر رمضان على الابواب اه كتعرفوا راحنا في شهر شعبان يعني المكرم اه ما بغي ناش هادو دولي داتي تكرفزو. الاخوان ديالتوركيا الناس مساكن والله العالي العادي منكتبولي في التعاليق للناس كتنعز في الزنقة كينلي مسكين مبقاش عنده المصرف. داروا عام نهار ستة ابريلي بدى الترحيل كين تأخير في ترحيل الناس ما عندهمش الفلوس. اره ما ممكنش نخليوه احنا تقريبا 1400 واحد عالقا في توركي. بزاف. والله الا بزاف. باش نأكد مزيان. اخوان كينتا في الخالج كينتا في الايمارات كينتا في السعودية رمغنسيت تحت شي واحدة. نطلق على المغاربة بسفا عاما لبرا الحدود للمغرب. ما كنستنيش شي واحد. ولو يكون على اي نوخ يكون في اخر دولة كينتا في هذه الكرة الارضية. ما غديش نستنيه. نتمنى وكنزيد نطلب. على الرابعة واللخامسة من المرة هو دا وجهة ديالي في هذه القناة هو ان هاد الناس يتم الترحيل ويتم انهم يعتقوا ولاد المغرب لان هذا اربما مبغيناش يضر بالوجه ديال المغرب من بعد. ونشوفو على انه. احنا كما درنا اه ودير جلالة الملك وستيتناء في شي حويج اه المحاربة هاد الوباء هادا. بغينا انه يكون استيتناء به هاد اه يعني الترحيل له هاد المغاربة كاملة اللي عاقن في الدول. والحمد لله وتقالي كليم عزوينة. انا متأكد على ان نراها كينا صعوبات. باش ما نكونوش دعما نظلموا هاد الناس ونظلموا وزارة خارج وجه. كي صعوبات كبيرة. ولكن احنا ما عندنا تشي حاجة الى الترجي والامل ونزيدو ونطلبوه. باش تديرو تزيدو تزيدو تديرو مجهودات لان خصتكم تعرفوا فان ولاد المغرب تنقول هو بنات المغرب وميمة ديال المغرب وبود ديال المغرب راهم خارج المغرب كيتكرفصو في حدود مرميين في الزنقة. تحية لكم منا وانتمنى هاد الناس ديالي يوصل وانتمنى مرة اخرى لخوت البارتاج ماشي لي انا وللقنات ديالي للاخوان ديالي ولكم. اي واحد يقدر يبارتاجه ولي عنده قناة يهضر ولي عنده يعني مجموعة في فيسبوك يبارتاجه هاد شي باش يوصل للخوت اللي ما يسهاش. والحمد لله غانب قا دائما كان افتخر على انني كان اهضر في شي حويش كل من الاوائي اللي كان اهضر عليهم. والحمد لله المغرب راهم غانب قا دائما في عقليه انني كنت من الاوائي اللي قادرت عليهم. وهذا والجهد والجهد الا جهد الله سبحانه وتعالى. تحية لكم منا وكان بغيكم بزاف ومرحبا بالاي واحد وغي يجي القناة مرحبا به. انا ما عندي شي مشكل مع شي واحد ولكن واحد مجموعة انا ما غريش نطلق منا. السلام عليكم.